أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشهيد الساجد وأسرار اللحظات الأخيرة تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان سلفنا الصالح يقولون الخواتيم ميراث السوابق الخاتمة هي ميراث ما نفعله طوال عمرنا يظهر ذلك عند خاتمة الإنسان وقال أحد السلف قال من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة فهذا الشهيد الذي رأيناه ولا نزكيه على الله عز وجل نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى عندما رأينا هذا الشهيد الساجد إنما رأينا فقط المشهد الأخير من المؤكد إن الشهيد ده وراه قصة طويلة جدا أعمال صالحة ونوايا طيبة وجهاد في سبيل الله وخبيئة طيبة وله أحوال مع الله بفضل الله سبحانه وتعالى هذا هو المجاهد الشهيد الذي ارتقى وهو ساجد لله واسمه تيسير أبو طعيمة وهو كنيته أيضا أبو عبيدة على كنية المتحدث الرسمي باسم كتائب القصان فاسمه تيسير أبو طعيمة وكنيته أبو عبيدة هو رجل من أهل الكرآن يحفظ الكرآن كاملا وليس ذلك فحسب بل هو من صفوة الحفاظ وأنا ذكرت لحضراتكم قبل كده صفوة الحفاظ دول كانوا عشرين ألف واحد من غزة هؤلاء العشرين ألف كل واحد منهم سمع الكرآن كله في جلسة واحدة من الصباح إلى المساء سمع الكرآن غيابا كله ده كان واحد منهم سبحان الله أهل الكرآن الذين يتعايشون مع الكرآن مش مجرد أنه بيحفظ بس كلمات الكرآن لا حافظ الكرآن وبيطبق الكرآن وعايش حانه مع الكرآن كله بفضل الله سبحانه وتعالى حتى لما سئلت أمنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاق النبي فقالت للسائل قالت له هل قرأت الكرآن قال قرأته كله قرأته كله ما بين ذفتيهم يعني من جلدة للجلدة قالت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه الكرآن صلى الله عليه وسلم فهذا الشاب نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله كان من صفة الحفاظ وكان يتمنى أن يموت ساجدا بفضل الله وأن يكون شهيدا فجمع الله له ما بين الكرامتين تعالوا نشوف المشهد العجيب هذا مشهد الشهادة لهذا الشهيد الساجد سبحان الله هو الآن نفذ عملية ونجح فيها بفضل الله ثم يعود إلى المخبأ وهو في طريقه طيارة فوقيه من طيارات العدو وضربته قذيفة فجاءت في مقتل جاءت في ظهره ووصلت أظن إلى قلبه فنزل على الأرض فبدأ يشير بالسبابة حتى يكون لهم لم تنتصروا بل أنا الذي انتصرت هكذا بيشير بالسبابة إشارة التوحيد أنه يقول الآن لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله أو من كان آخر كلاميه لا إله إلا الله دخل الجنة وأبى إلا أن يختم حياته ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى كما رأيتم يعني بعدما أشار بالسبابة وروحه بتطلع خلاص وبيموت أبى إلا أن يزجد لله حتى يجمع الله له ما بين الحسنين فكل واحد فينا إما أن يتمنى أن يموت ساجدا أو أن يرزقه الله الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن لم نكن نتخيل أبدا أن واحد ربنا يجمع له ما بين الكرامتين بفضل الله في وقت واحد فيموت شهيدا ويموت ساجدا بفضل الله سبحانه وتعالى يصير أبو طعيما رحمه الله رحمة واسعة رجل من أهل القرآن أو شاب من أهل القرآن إمام مسجد في غزة وأمير فصيل في النخبة القسامية في كتيبة الحفاظ عمرك سمعت عن جيش على وجه الأرض كل اللي في حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى هذا هو الجيش الجيش ده كله جيش المقاومين كلهم من حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يسمح لأحد أن يدخل في تلك المعارك إلا من أهل القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى فهو من كتيبة الحفاظ صاحب الوجه البشوش الجميل ومن عاش على شيء مات عليه فهو من أهل الصيام ومن أهل القيام ومن أهل القرآن فأبى أن يموت ساجدا فحسب وأبى أن يموت شهيدا فحسب بل أراد أن يموت شهيدا وهو ساجد بين يدي الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه والله ثم والله لما رأيت صورته والله لما رأيت وهو شهيد وساجد والله لم أتمالك دموعه وقلت فست ورب الكعبة ربنا يكرمك يعني يا رب يعني يا رب رزقنا زي يا رب قال قلت له فست ورب الكعبة وده مش لسان حالي أنا بس ده لسان حال 2 مليار مسلم إن شاء الله على وجه الأرض لسان حالهم جميعا فست ورب الكعبة خلاص نجح في الاختبار وخرج من الدنيا فهو الآن إن شاء الله حي يرزق عند الله عز وجل إن شاء الله سبحانه وتعالى هكذا أحبابي فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأراد أن يجمع الله عز وجل له هذه الشهادة وهو في موضع في قمة القرب من الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فمات شهيدا ساجدا بفضل الله سبحانه وتعالى فأقصى ما يتمناه المؤمنون في أرض السلام أن يموتوا ساجدين وأقصى ما يتمناه المجاهدون في أرض الرباط أن يموتوا شهداء فجمع الله لهذا الشهيد ما بين الكرامتين وما أجمل ما قاله أحد الشعراء في حق هذا الشهيد الساجد قال في حقه قال ما كان يجدر بالذي أفنى الحياة مجاهدا ومحفظا ومحافظا ومساعدا ومساندا وإمام مسجد قومه عبدا تقيا زاهدا ما كان يجدر أن يلاق الله إلا ساجدا ليظل فينا مثلما في الخلد حيا خالدا الله أكبر ما شاء الله أراد العدو الصهيون أن يصوروا وأن يفتخروا بقتله فإذا بهم بغبائهم يخلدوا ذكراه بين مليارات الناس في الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى وهكذا يسخر الله عز وجل أعداء الدين لينشروا محاسن المجاهدين هم حبوا يصوروه وهم بيقتلوه كأنهم غنموا غنيمة مع أنه هو الفائز لأنه فاز بالشهادة ورفع أصبع السبابة ومات ساجدا بين يدي الله ليكون ذلك أغيض في قلوب العدو بفضل الله سبحانه وتعالى كان المجاهدون في الماضي أحبابي إذا عاد أحدهم سالما من أرض الجهاد كان يبكي ويقول حالة زنوبي بيني وبين أن أنال الشهادة في سبيل الله وتعالوا نختم المقطع دوت بنمازج من حياة سلفنا الصالح بفضل الله وحبهم للشهادة بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا عمير بن الحمام في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنه لا يقابطلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فالصحابة ما زالوا جالسين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام وكان واقفا على جانب كده فقال بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض يعني ما فيش بيني وبين الجنة غير إن خشوا تقتل وخش الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك بخن بخن إيه اللي خليك تقول كده؟ فهو كأنه التفت كده كأنه مش واخبانه لنبيك انسمعه فقال لا شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أني أرجو أن أكون من أهلها يعني أرجو أن أكون من أهل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من أهلها والنبي لم يقل ذلك من عندي وإنما قال ذلك بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أنت من أهلها فقام عمير وأخرج بضع طمرات ليتقوى على الجهاد في سبيل الله فأكل طمرة أو طمرتين ثم نظر إلى سائر الطمر وقال والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك الطمرات إنها لحياة طويلة هونا لسه أستنى لما أكل الطمر أنا مشتأ للجنة فألقى الطمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم مثال تاني عمر ابن الجموح الذي أسلم وكان عمره 62 سنة أسلم عمره 62 سنة وكان يتمنى أن يموت شهيدا جات غزوة بدر طلب من أولاده إن هو يدخل غزوة بدر فقال له لأ نحن هناك فيك إحنا أولادك وبنقاتل وفي سبيل الله وإحنا في ميزان حسناتك جيف غزوة أحد عايز يدخل وكان مصر ومصمم إليه عجيب بقى إن عمر ابن الجموح أصلا ربنا لم يكتب عليه الجهاد ليه؟ لأنه أعرج شديد العرج ما بيقدرش يمشي غير بصعوبة ومع ذلك عايز يخش يجاهد فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخد أولاده قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله وإني أرجو من الله عز وجل أن أطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمر فلا جهاد عليك يعني أنت لو أعدت ما فيش عليك أي وزر أنت لا جهاد عليك ثم نظر النبي إلى أولاده وقال دعوه يجاهد لعل الله أن يرزقه الشهادة فتركوه فدخل يقاتل في غزوة أحد فقتل شهيدا مع أول من قتل في تلك الغزوة فإذا بالنبي بعد الغزوة صلى الله عليه وسلم يمر على الشهداء فمن بينهم عمر بن الجموح فقال والله يا عمر لك أني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سريمة بيقول له أنا شايفك دلوقتي وإنت داخل الجنة ورجلك العرجة رجعت سليمة ودخلت بيها الجنة خلاص الله أكبر آخر مثالين حبيبي في عجالة سريعة مثال أو آخر تلات أمثلة مثال عبد الله بن أم مكتوم اللي هو كان من ضمن مؤزنين النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان ليه كان مؤزن ثلاثة بلال وأبو محذورة وعبد الله بن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى لا يرى يعني معالوش جهاد بالمرة ومع ذلك مصري خش يجاهد في معركة القادسية راح معهم للجهاد اتجاهد إزاي يا عبد الله بن أم مكتوم أنت رجل أعمى ليس عليك جهاد قال أمسكوني أو أعطوني اللواء يدوني بس اللواء وخلوه في إيديا بس مش عايز منكو أكتر من كده قالوله ليه قالوم لأن سقوط اللواء بيعني يعني تدهور الروح المعنوية كلها ما بين الجيش تمام كده فهو قالوم إيه قالوم أنا إين حملت اللواء فأنا رجل أعمى لا أرى شيئا فما فيش حاجة هتخوفني عشان أرمي اللواء فيظل اللواء مرفوعا قال له طيب فأعطوه اللواء فظل حاملا للواء حتى قتل وفاضت روحه إلى بارئها وهو ممسك باللواء بفضل الله سبحانه وتعالى في معركة القادسين مثال تاني سالم مولى أبي حزيفة سالم ده حبيبي كم من ضمن الأربعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دول أفضل أربعة يحملون الكرآن بين كل الصحابة ولذا جاء في الحديث اللواء البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة جميعا استقرئوا الكرآن اقرأوا الكرآن وتعلموا الكرآن على إيد الأربعة دولت استقرئوا الكرآن من أربعة ابن مسعود ده في المقدمة واللي بعديه سالم مولى أبي حذيفة واللي بعديه أبي بن كعب واللي بعديه معاذ بن جبل اللي أربع دولهم أفضل أربع قراء في الصحابة فالنبي يقول استقرؤوا القرآن من الأربع فسالم مولى أبي حذيفة رجل من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا يذكرني بأخينا الحبيب الشهيد المجاهد الساجد الذي نتكلم بصدده اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى جم في معركة اليمامة قال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة قالوا له نخشى أن نؤتى من قبلك فقال بئس حامل الكرآن أنا إذن فأخذ اللواء بيمينه فقطعت يمينه فأخذ اللواء بشماله فقطعت شماله فأخذ اللواء بعضضيه وحضنه ثم قتل بعد ذلك شهيدا بفضل الله في معركة اليمامة آخر واحد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أبو أيوب يوم ما راح يجاهد وعايز ينال الشهادة كان عمره كم سنة حبيبي؟ كان عمره تمانين سنة تخيلوا حضراتكم واحد عمره تمانين سنة ومشتاق للشهادة في سبيل الله فعلم أن سيدنا معاوية يضي الله عنه وأرضاه جهز جيشا لفتح الكسطنطينية وأمر على ذلك الجيش يزيد ابنه يزيد ابن معاوية فذهب أبو أيوب الأنصاري إلى يزيد ابن معاوية وطلب منه أن يذهب معه إلى الجهاد فقال له أنت كابير في السن ومعظور وكذا قال له لا أريد أن يعني قال جلو على الإنفر خفافا وثقارا فإما أن أكون خفيفا أو أكون ثقلا ولا أريد أن أكون ثقلا فعايز أطلع معا قال له طي قرح معا ووصلوا بقى إلى الكسطنطينيين ليستنبول تمام كده فبدأ الجهاد فمرد أبو أيوب مرضا شديدا فعاده يزيد ابن معاوية فقال ما تأمرني به تأمرني به قال آمرك أن تحملني على فرص وأن تتوغل بي في أرض العدو ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإذا ميت فتفني في ذلك المكان فتوغل بفرصه داخل أرض العدو على قدر ما استطاع فمات أبو أيوب الأنصاري وهو على فرصه في سبيل الله ودفن وقبره الآن تحت أسوار القسطنطينية وداعا أيها الشهيد الساجد أخي الحبيب وابن الحبيب أسأل الله عز وجل أن يجعل مثواك الفردوس الأعلى وأن يجمعنا بك يا رب العالمين مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى وأسأل الله أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله ونحن ساجدين إن شاء الله بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر